استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية معالي بيليندا بالوكو نائبة رئيس وزراء ألبانيا وزيرة الطاقة والبنية التحتية جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات الصداقة وأفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية والتبادل المعرفي الحكومي واستعرض الجانبان مخرجات زيارة العمل التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان إلى جمهورية ألبانيا شهر إبريل الماضي ودورها في دفع أفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كفة كما ناقش سموه ومعالي بيليندا بالوكو التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا في قطاع الطاقة والمناخ خاصة مع استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب ثمانية وعشرين العام الجاري في مدينة إكسبو دبي ترجمة نانسي قنقر